موسيقى بيت لا بيض يؤكد أن الحصانة القضائية لولي العهد السعودي لا علاقة لها بالعلاقات مع الرياض أو بحيثيات قضية مقتل خاشقجي واشنطن تؤكد أنها لا تشارك في مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتقول إن زليانسكي وحده يقرر بشأنها واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً لم يشكل تهديداً لأراضيها أتؤكد جهوزيتها للدفاع عن أمن شبه الجزيرة الكورية موسيقى وزارة العدل الأمريكية تعين مدعياً مستقلاً في التحقيقات مع دونالد ترامب بشأن تعامله مع وثائق حساسة العاشرة ليلاً بتوقيت جرينتش السادس مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار أهلاً بكم أعلن البيت لابيض الجمعان الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الملاحق مدنياً أمام محكمة أمريكية في قضية مقتل السحفي جمال خاشقجي لا علاقة لها بالعلاقات بين واشنطن والرياض وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن هذا الأمر لها علاقة له بالعلاقة الثنائية مع السعودية التي تشهد توتراً في الوقت الراهن من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت لابيض كارين جون بيير إن منح ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الحصانة في مواجهة الدعوة القضائية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة على خلفية مقتل السحفي جمال خاشقجي هو مسألة قانونية تندرج ضمن ممارسات سابقة للولايات المتحدة قضية الحصانة هذه هي مسألة قانونية والولايات المتحدة منحت دوماً حصانة رؤساء الدول لرؤساء الحكومات مثل رؤساء الوزراء طبقاً لتقاليد القانون الدستوري وممارسات الولايات المتحدة بخصوص هذه المسألة قديمة وثابتة بما في ذلك عدد من حالات الحصانة لرؤساء الدول لأربع إدارات سابقة بما فيهم رئيس هايتي أرستيت في 1993 ورئيس زمبابوي في 2001 ورئيس وزراء الهند مودي في 2014 ووزارتها الخارجية والعدل لهم مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة تحديداً أقرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحصانة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في وجه ملاحقته في الولايات المتحدة بدعوى مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي حسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية واعتبرت خطيبة خاشقجي في أول رد فعل على المذكرة القانونية لوزارة العدل أن خاشقجي قتل مرة أخرى دخلت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي منعطفاً جديداً داخل الولايات المتحدة مع أعلان وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بحصانة قانونية في وجه الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة في دعوى مرفوعة ضده على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي توصية الإدارة الأمريكية بالرغم من كونها غير ملزمة وفق القانون الأمريكي حيث يبقى القرار النهائي بملاحقة بن سلمان أو منحه الحصانة بيد القاضي المكلف بمتابعة الدعوة إلا أنها تشكل حجر عثرة بالنسبة لملاحقة بن سلمان حسب وكالة Associated Press وبعد دقائق من نشر الخبر اعتبرت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز أن جمال مات مرة أخرى مشيرة في تغريدة إلى أن المال انتصر على نور العدالة الأمريكي قائلة أن هذا عالم لا يعرفه جمال خاشقجي وحسب وكالة Associated Press فأن تعيين محمد بن سلمان في سبتمبر الماضي رئيسا للوزراء في السعودية هو ما سيحميه من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية ومنها المحاكم الأمريكية حيث كتب محامو وزارة العدل في الوثيقة التي قدمت إلى محكمة مقاطعة كولومبيا أن مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي وذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية في إشارة إلى إدارة بايدن قرر بناء على ذلك أن بن سلمان بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب وكان الرئيس الأمريكي رفع العام الماضي السرية عن تقرير استخباري رجح أن يكون بن سلمان قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد خاشقجي وهو مات فيه السلطات السعودية في حين أعلن بن سلمان في وقت لاحق أن قتل خاشقجي حدث تحت وصايته كما قال أنضم إلينا من كاليفورنيا جورجو كافيرو المدير التنفيذي لتحليلات دول الخليج مرحبا بك سيد كافيرو إلى أي حد القضية مترابطة عكس ما تقول للولايات المتحدة بأنه لا يوجد أي ترابط بين مسألة الحصانة التي تمنح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسار القضائي المتخذ ضده مدنيا من جهة والعلاقات المتوترة الآن من جهة أخرى نعم يسعدني أن أنضم إليكم شكرا لهذه الفرصة من المهم أن ندرك بأن هذا معهود في القانون الدولي هذه الممارسة لرؤساء الدول بأن يحصلوا ويمنحوا الحصانة السيادية في نهاية شهر سبتمبر عندما عين الملك سلمان عين الأمير محمد بن سلمان رئيساً للوزراء المملكة العربية السعودية عرفنا جميعاً بأن هذه النتيجة المتوخة ولا شك في ذلك الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية طواقة للتأكيد على أن هذا القرار بالنسبة للحصانة الممنوحة لأمير محمد بن سلمان ليس مرتكزة على أي تغيير في وجهة النظر تجاه ملف مقتل الخاشقجي وإنما هذا نهج تتبعه الحكومة الأمريكية دائماً وهذا ما ذكرته في برامجك ولكن لا يمكن أن نتغاضى عن السياق الأوسع للعلاقات الأمريكية السعودية وللعهد الذي قطعه الرئيس بايدن خلال حملاته الانتخابية في العام 2020 عندما تحدث عن ملف مقتل الخاشقجي وحتى في العام الماضي عندما توعد الرئيس الأمريكي بتبعات تلقى من أجرى قرار أوبك طبعاً وضع صعب جداً ولكن أعيد التأكيد على أن هذه الأخبار من أن وزارة القارجية الأمريكية تطلب طلبها للحصانة القضائية لمحمد بن سلمان ليست مفاجئة لأي مرء إلى أي حد يبدو التوقيت موحياً بأن الولايات المتحدة وصلت مع السعودية إلى مرحلة شديدة التوتر في العلاقات بينهما نعم دون أدنى شك العلاقة الثنائية الأمريكية السعودية في أدى نقطة لها منذ ما بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر حوالي عشرين سنة خلط ولكن ما نراه من فريق الرئيس بايدن هو التالي بغض النظر عن كل مصادر التوتر بين واشنطن والرياض أن البيت الأبيض بإدارة الرئيس بايدن يؤمن بشدة بأن المملكة العربية السعودية شريك مهم للولايات المتحدة وتستمر إدارة الرئيس بايدن بجهودها من أجل تعديد العلاقة مع المملكة العربية السعودية كنا نتحدث بالنسبة للملف الإيراني اليمن أو الوضع الاقتصادي العالمي تعتقد إدارة الرئيس بايدن وأضيف كذلك الاتفاقيات إبراهيم تؤمن إدارة الرئيس بايدن بأن ليس هناك خيار للبلاد المتحدة إلا بالمستمرار بالعمل مع الرياض وبالتركيز على الأهمية الاستراتيجية لهذا الشريك لأمريكا ومع الأمير محمد بن سلمان وأن يكون اليوم تموضعاً ليكون الملك المستقبلي للمملكة العربية السعودية هناك نزع برغماتية للتعامل مع محمد بن سلمان إلى أي حد بإمكان هذه المسألة تحديداً مسألة الأمير محمد بن سلمان منح الحصانة لا عدم منح الحصانة إلى أي حد بإمكان هذه المسألة أن تطوى في الفترة القليلة المقبلة هل ستأخذ مساراً مشابهاً المسار الذي كانت قد مرت به الولايات المتحدة سابقاً في مسألة 11 سبتمبر المحاكمات التي أخذت سنوات طويلة وحتى الآن لم تطوى صفحة أغلبها إذا سألت عن تداعيات وما الذي نتوخاه بعد ذلك إن هذا التحرك من أجل الدفع من أجل الحصانة السيادية هو تعديد كبير لمحمد بن سلمان ويأتي ذلك في توقيت حيث الحكومات الغربية الكثيرة فرنسا وإنجلترا وألمانيا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية انخرطت مع محمد بن سلمان وهو ولي العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية ويشعر بالمثيب من الثقة فإن الأخبار الأخيرة من أن إدارة رئيس بايدن تطلب الحصانة القضائية من أجله قد تزيد من هذه الثقة وقد يجعل الموضوع أكثر واقعية لزيارة الولايات المتحدة من منظور قضائي قانوني ولكن هناك سياق سياسي يجب اعتباره وبرأيي يشير إلى أنه لا يجب أن نتوقع من أن محمد بن سلمان قد يزور واشنطن في أي وقت قريب قد يكون هناك حماية قانونية يتحصن بها ولكن زيارة الولايات المتحدة قد يؤدي إلى الكثير من الاستياء والسخط والغضب وأعتقد بأن ولي العهد السعودي قد يريد أن يتجنب هذا الوضع حيث يأتي إلى واشنطن وموقف يكون فيه كثير من الاحتجاجات ومشرعين غاضبين والكثير من التغطية الإعلامية التي قد تكون سلبية جدا مرة جديدة إن هذا القرار من إدارة رئيس بايدن يغير الأمور من المنظور القانوني ولكن لا يغير الواقع أن الكثيرين في واشنطن مستائين من محمد بن سلمان لأسابة كثيرة منها مقترب خاشكشي لا تخشى النخبة السياسية الأمريكية دعنا نقول حتى نوسع الصورة عن مجرد الإدارة الأمريكية لا تخشى النخبة السياسية الأمريكية من أنه قد يدفع السعودية دفعا باتجاه حلفاء آخرين مثل روسيا مثل الصين وقد بدأت بالفعل تتجه إلى هناك أقصد من البعد السياسي للمسألة سؤالك مهم جدا من إحدى الأسباب التي لأجلها إدارة الرئيس بايدن تحاول تدعيم العلاقة والشراكة مع المملكة العربية السعودية ومن الدوافع التي تحفز وحفزت الرئيس بايدن في زيارة جدة في شهر يوليو الماضي هو لكي تبقى الولايات المتحدة قوة نافذة متنفذة مع المملكة العربية السعودية ولمنع المملكة من التحول نحو الصين أو روسيا لقد اختارت إدارة رئيس بايدن بألا تقوم بالمضي إلى الحدود التي أرادها بعض الديمقراطيون أن تمضي به الإدارة بالنسبة لملف الخاشقجي بسبب ديناميكية التنافس بين القوى العظمى إذا كان قد وفى بعهده الذي قطعه خلال الحملة الأنتخبية وبجعل المملكة العربية السعودية تكون منعزلة فالنفوذ الصيني والروسي سيستفيد من هذا النوع من تدني العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في كل ذلك فريق إدارة الرئيس بايدن مركزة على هذه التحديات العالمية وعلينا أن نتذكر دائما كل هذه الأمور عندما نقوم بتفسير الطريقة التي ينتهجها البيت الأبيض لتعامل مع محمد بن سلمان هذه السنة جورجيو كافيرو من كاليفورنيا شكرا لك تنطلق اليوم أعمال حوار المنامة في دورته الثامنة عشر في العاصمة البحرينية بحضور وزراء دفاع وخارجية ومستشاري أمن قومي ورؤساء جيوش ومخابرات لعدة دول بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال وتركز قمة الأمن الإقليمي في المنامة على شراكات الولايات المتحدة الأمريكية الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وأمن الملاحة البحرية وذلك بمشاركة وفد أمريكي من وزارة الدفاع والخارجية كما يناقش المنتدى قضايا تتعلق بسياسة الأمنية والخارجية بالإضافة للتحديات الأمنية الأكثر الحاحة إقليميا وعالميا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين سيزور قطر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وأتأتي هذه الزيارة لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر وسيناقش بلينكين مع المسؤولين القطريين مجموعة من الأولويات بما في ذلك الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية والعمل وحقوق الإنسان والتعاون الأمني وتغير المناخ يتوجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي السبت إلى الولايات المتحدة في زيارة تستمر خمسة أيام وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي أن كوخافي سيناقش خلال الزيارة قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة وفي مقدمتها التهديد الإيراني إلى جانب تعزيز العلاقات بين الجيشي البلدين وسيجري كوخافي اجتماعات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس الأركان المشتركة للجيش الأمريكي وعدد من المسؤولين في الجيش الأمريكي من العاصمة مستمرة فيها بعد قليل واشنطن تؤكد أنها لا تشارك في مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتقول لنزليانسكي وحده يقرر بشأنها تقرير أمريكي يكشف عن مئات المعتقلين والمفقودين وعمليات التعذيب في خرسون الأوكرانية خلال السيطرة الروسية أهلا بكم من جديد كذا البيت الأبيض ظن الولايات المتحدة لا تشارك حاليا في مفاوضات ديبلوماسية مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا مشددا على أن الرئيس الأوكراني فولاديمر زيليانسكي وحده يستطيع الموافقة على بدء مفاوضات مع روسيا وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن هناك اتفاقا لدى الجميع على أن الحل الدبلوماسي التفاوضي هو أفضل الحلول الممكنة باستثناء أن يقرر الرئيس الروسي فلاديمر بوتين سحب قواته من أوكرانيا كيربي أضاف أنه ما من أحد في الولايات المتحدة يستطلع الأمر معه أو يصر أو يدفعه إلى طاولة المفاوضات وفي المقابل نقلت وسائل الإعلام الروسية رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سرغير ريابكوف قوله أن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كانت واشنطن على استعداد لذلك وأضاف ريابكوف أن روسيا لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة مع الولايات المتحدة بعد محادثات مقبلة في القاهرة بشأن معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة نووية بدأت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر قضاء عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات في سجن خارج موسكو لتنضم إلى بول وايلان وهو جندي متقاعد من مشات البحرية الأمريكية يقضي عقوبة بالسجن لمدة ستة عشر عاما بعد إدانته من قبل السلطات الروسية بتهمة التجسس سجن سيء السمعة تبدأ النجمة الأولمبية الأمريكية لاعبة كرة السلة الشهيرة بريتني غرينر مرحلة جديدة من حياتها بعد فشل كل المساعي حتى الساعة لإطلاق صراحها محام اللاعب أفادوا بأن السلطات الروسية نقلتها إلى معتقل النائن ضمن مجمع سجون لقضاء عقوبتها هناك واشتهروا هذا السجن بالمعاملة القاسية للسجناء والظروف غير الصحية وعدم توفر الرعاية المناسبة وعفقا لدائرة السجون الفدرالية الروسية يضم السجن أكثر من ثمانمائة سجينة يعشن داخل ثكنات وداخل مجمع السجون يوجد سجن يدعى آي كي سيفنتين الذي يقضي فيه بول ويلام وهو جندي متقاعد من مشات البحرية الأمريكية عقوبته بالسجن ستة عشر عاما بعد إدانته بالتجسس في 2020 وتقول عائلته أنه تعرض لسوء معاملة وحرمان من النوم هناك ويقول نشطاء أن الانتهاكات والتعذيب منتشران في شبكة السجون الواسعة في روسيا وأقرت جرينر بالذنب في التهم الموجهة إليها لكنها قالت أنها لم تكن تنتوي خرق القانون أو استخدام المادة المحظورة في روسيا وشهدت جرينر بأنها حصلت على إذن من طبيب أمريكي لاستخدام مادة زيت القنب الطبية لتخفيف الألم جراء إصابتها الكثيرة وكان الرئيس جو بايدن أعرب منذ أيام عن أمله في أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر استعدادا للتفاوض بشأن الإفراج عن بريتني جرينر بعد انتهاء الانتخابات النصفية الأمريكية وتمت إدانة جرينر الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين في الرابع من أغسطس الماضي بعد أن قالت الشرطة إنها عثرت على عبوات معها تحتوي على زيت القنب وجاء اعتقال لعبة كرة السلة الأمريكية في وقت تصاعدت فيه التوترات بين موسكو وواشنطن قبل أيام فقط من إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تستهدف المشاركة الروسية في تعدين نيكل بكواتيمالا وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات طالت شركتين تابعتين لشركة سول واي انفاسمنت جروب وضافت أن العقوبات شملت أيضا المسؤولة عن عمليات تعدين الشركة في كواتيمالا دمثري كودرايف ومواطنا بيلاروسيا لتورطهما في عمليات رشا وفساد وفق البيان خالص باحثون من جامعة يالي في تقرير تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مئات الأشخاص اعتقلوا أو فقدوا أو عذبوا في منطقة خيرسونة الأوكرانية عندما كانت تحت السيطرة الروسية هذا العام وقالت وزارة الخارجية في بيان حول التقرير إن على روسيا وقف عملياتها وسحب قواتها لإنهاء حرب لا داعي لها ولا تستطيع أن تكسبها مهما كانت تكتيكاتها حقيرة ويائسة حسب الوزارة ويوثق التقرير عمليات اعتقال واختفاء لمائتين وستة وعشرين شخصا في خيرسون بين مارس وأكتوبر الماضيين زعم أن ربعهم تعرض للتعذيب وتوفي خمسة منهم في الحجز أو بعد فترة مجيزة أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال خروج حوالي نصف شبكة الطاقة الأوكرانية عن الخدمة من جراء الضربات الروسية فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمار زليانسكي موسكو بشن حرب على التدفئة والكهرباء في البلاد في ظل حرمان أكثر من عشرة ملايين أوكراني من التيار الكهربائي نتيجة القصف الذي يستهدف منشآت الطاقة ذلك في وقت اعتبر فيه الكرملا أن معاناة المدنيين سببها رفض كييف البدء بالمفاوضات يوم جديد من التصعيد تشهده الحرب الروسية على أوكرانيا حيث يستمر الجيش الروسي بقصف المدن والبنى التحتية المدنية على امتداد الخارطة الأوكرانية بالتوازي مع محاولات كييف المستمرة استعادة ما تبقى من أراضي تسيطر عليها القوات الروسية في مناطق الجنوب والشرق وفي خضم هذه التطورات يعيش أكثر من عشرة ملايين أوكراني من دون كهرباء جراء القصف الروسي لمنشآت الطاقة في أكثر من منطقة وذلك باكتزامن مع سقوط الثلوج ما يهدد بشتاء مرير بالنسبة للأوكرانيين بحسب ما أعلن الرئيس فلودومير زيلنسكي الذي اتهم موسكو بخوض حرب ضد الكهرباء والتدفئة اتهامات لم ينفها الجانب الروسي حيث اعتبر المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوف أن ما يجري يعود لرفض أوكرانيا تسوية ما وصفها بالمشكلة وبدء مفاوضات ورفض السعي إلى أرضية تفاهم الحرب الروسية على المدنيين بحسب ما تراها كييف قابلها تصعيد ميدني العسكري في الشرق حيث أفاد الجيش الأوكراني عن قيام الروس بتحركات واسعة ونشطة خلال الفترة الأخيرة بعدما نجحوا في السيطرة على طريق حيوي يربط بين مدينتي بافلوفكا ونيكولوكسكي في دونتسك وأفاد الأوكرانيون كذلك إلى قيامهم بقصف مواقع عدة للقوات الروسية في دونتسك وخيرسون ولوغانسك باستخدام منظومة هاي مارس خلال الساعات الأخيرة بالإضافة إلى صواريخ أورغان وأولخا يأتي ذلك بالتزامن مع أعلاد روسيا البدء بأشغال تحصين في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها منذ ثمانية أعوام من أجل ضمان سلامة سكانها بحسب حاكم المنطقة الذي شدد كذلك على أن أمن شبه الجزيرة يتم بشكل رئيسي من خلال الإجراءات التي ستنفذ على أراضي منطقة خيرسون المتاخمة قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن ما وصفها بالمواقف المعادية لبلاده ستدفعها إلى تعزيز قوة الردع نووي الخاصة بها وضف أون أنه إذا استمرت تهديدات الأعداء حسب وصفه فإن الرد سيكون باستخدام سلاح نووي وكان الزعيم الكوري الشمالي تفقد تجربة صاروخ باليستي جديد عابر للقارات في البلاد ودعا إلى تطوير المزيد من الاسرحة الاستراتيجية وتدريب الوحدات النووية التكتيكية يتي ذلك فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لإثنين لبحث الملف الكوري الشمالي أفاد البيت الأبيض بأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات لم يشكل تهديداً للولايات المتحدة وقال مناسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه بقدر ما كان الأمر مثيراً للقلق فإن إطلاق الصاروخ لم يشكل تهديداً للأراضي الأمريكية غير أن كيربي أبدأ قلقه حيال هذا الفصل الجديد من إطلاق بيونج يونج صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تحمل رؤوساً نووية وأضاف كيربي أن هذا الأمر لا يزعزع استقرار شب الجزيرة فحسب بل المنطقة برمتها قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية للحرة إن الرد على استفزازات كوريا الشمالية قرار سياسي بالدرجة الأولى مؤكداً أن القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية جاهزة للدفاع عن أمن شبه الجزيرة الكورية في أي لحظة إذا استدعت الحاجة وأضاف أن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ يظهر تصميم بيونج يونج على تحقيق تقدم في منظومتها الصاروخية مرجحاً إمكانية سعي كوريا الشمالية للقيام باختبار نووي في المستقبل وأكد المسؤول الأمريكي أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لم يكن يوماً أكثر صلابة موضحاً أن المناورات الثنائية مع البلدين هدفها تطمين الحلفاء من جهة وإرسال رسالة إلى كوريا الشمالية من جهة أخرى أدانت الولايات المتحدة بشدة ما وصفته بأنه تجربة صاروخ باليستي بعيد المدى أطلقته كوريا الشمالية وقالت اليابان إن مداه كاف لضرب القارة الأمريكية اعتبرت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون عملية الإطلاق بأنها تشكل انتهاكاً صارخاً للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي يأتي ذلك فيما عقد اجتماع على هامش قمة أبيك في تايلند حضرته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس للتشاور بشأن الإطلاق الأخير للصاروخ البلستي من سماء اليابان هكذا ظهرت التجربة الصاروخية الكورية الشمالية الجديدة وستصاعد خطير للتجارب الصاروخية بعيدة المدى في المنطقة التي شهدت توترات متتالية جراء عمليات الإطلاق تلك مسؤولون يابانيون قالوا إن الصاروخ الذي سقط على بعد 200 كم فقط قبالة سواحل اليابان قادر على الوصول إلى البر الرئيسي الأمريكي وبعيد التصعيد الكوري الشمالي عقد اجتماع على هامش قمة أبيك المنعقدة في تايلند لاتخاذ موقف حازم ضد التجارب الصاروخية لبيونج يانج وضم الاجتماع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ودولا حليفة أخرى نددوا بشدة بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات داعين إلى رد فعل موحد إزاء هذه الخطوة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس وصفت عملية الإطلاق بأنها انتهاك صارخ للعديد من قرارات الأمم المتحدة ننادد بأعمال كوريا الشمالية وندعوها من جديد إلى وقف مواصلة لأنشطة غير المشروع المزعزع للاستقرار بالنيابة عن الولايات المتحدة وأكدوا التزامنا الراسخ في تحالفاتنا بين الهند والهادئ الدول الموجودة هنا ستستمر في حض كوريا الشمالية على الالتزام بديبلوماسية جادة ومستدامة من جانبه قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هاند دوك سو إن الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية لن يتم التسامح معها أبدا أطلقت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عددا غير مسبوق من الصواريخ الباليستية هذا العام وهذا الصباح أطلقت صاروخا باليستيا بعيد المدى هذا العمل هو بمثابة استفزاز جسيم مما يمثل انتهاكا صارخا لعدد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الولايات المتحدة أعلنت عن منورات عسكرية جوية مع اليابان ردا على التجربة الصاروخية في حين أعلنت كوريا الجنوبية عن تحليق تشكيلات جوية مشتركة مع الجيش الأمريكي قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية وأجرت تدريبات على إطلاق النار ضد أهداف تحاكي قاذفات الصواريخ المحمولة لكوريا الشمالية كوريا الشمالية من جانبها كانت قد تحدثت عن ردود عسكرية شارسة على الولايات المتحدة بسبب تعزيز وجودها الأمني في المنطقة بحسب مسؤولين الشماليين وتأتي التجربة الصاروخية الجديدة مع استمرار تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية التي تعتقد الاستخبارات الأمريكية أنها تخطط لإجراء تجربة نووية سابعة أجرت اليابان والولايات المتحدة مناورة عسكرية مشتركة في المجال الجوي فوق بحر اليابان بعد أن اطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات وفق ما أعرنت هيئة الأركان المشتركة في توكيو وقالت هيئة الأركان المشتركة اليابانية في بيان إن المناورة الثنائية تأتي في ظل مناخ أمني يزداد توترا في محيط اليابان وردا على أحدث عملية إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية حيث حلقت مقاتلات كورية جنوبية من طراز F-35A وطائرات أمريكية من طراز F-16 في تشكيل جوي قبارة السحر الشرقي لشبير جزيرة الكورية وأجرت تدريبات على إطلاق النار ضد أهداف تحاكي قادفات الصواريخ المحمولة لكوريا الشمالية تعتزم الولايات المتحدة مطالبة الصين بالانضمام إلى الدول التي تدين علنا تجارب كوريا الشمالية من خلال استخدام نفوذها لدى بيونجان مسؤول أمريكي يرافق نائبة الرئيس كامال هارس في جولتها الأسيوية قال إن اللجوء إلى بيكين باعتبارها حليفة لبيونج يانج هو جزء من ديبلوماسية واشنطن في محاولة لإقناع الصين كبح التصعيد الكوري الشمالي وضف المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم كشف هويته أن التجربة الأخيرة لبيونج يانج شكلت تصعيدا إضافيا لأن الصاروخ كان قادرا على بلوغ أراضي الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حول العالم اختتمت في مدينة أطار شمال غربي موريتانيا تدريبات فينكس العسكرية التي جمعت قوات خاصة موريتانية وأمريكية قد حضرت السفيرة الأمريكية حفل الاختتام برفقة وزير الدفاع الموريتاني بحضور وزير الدفاع الموريتاني حنان ويلتسيدي والسفيرة الأمريكية سينثيا كيرشت اختتم تدريب فينكس العسكري الذي أجرته القوات الخاصة الأمريكية لمدة شهر مع القوات الخاصة الموريتانية بمدينة أطار شخصياتهم بارزة أخرى كانت حاضرة في الحفل كقائد القوات الخاصة اللواء محمد الشيخ بيدا وقائد أركان الجيش الجوي اللواء حمادي أعلى مولود وقائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار واللواء ألداه محمد العاقب وقائد فرقة التكوين بالأركان العام للجيوش العاكيد الزين سويدات السفيرة أشادت بنجاح التدريبات التي قالت إنها تقدم آخر في العلاقة الأمنية القوية بين موريتانيا والولايات المتحدة وأشارت أيضا إلى قدم هذه العلاقة التي تعود جذورها لعام 1961 عندما تعاون البلدان لضمان السلام والازدهار في منطقة الساحل وتعهدت كيرشت بمواصلة الوقوف إلى جانب موريتانيا وتشجيعها على أن تصبح رائدة في مجال الاستقرار والأمن الإقليميين مؤكدة الدور المهم الذي تلعبه نواكشوت وشددت أيضا على أهمية اكتساب الخبرات وتبادلها خلال المناورات المشتركة مضيحة أنها ستساعد القوات الموريتانية على مواصلة حماية حدودها وسكانها بشكل فعال بعد قليل توقعات بانتخاب النائب حكيم جفيرز خلفا لبيلوسي ليكون بذلك أول أمريكي من أصول نفريقية يقود الحزب الديمقراطي في مجلس نواب وزارة العدل الأمريكية تعين مدعيا مستقلا في التحقيقات مع دونالد ترامب بشأن تعامله مع وثائق حساسة أهلا بكم الجديد تنصب الأنظار الآن على النائب في مجلس الواب الأمريكي حكيم جفيرز الذي من المتوقع أن يكون خلفا لرئيسة الديمقراطيين في المجلس نانسي بيلوسي وفي حال فوز جفيرز في انتخابات القيادة في الثلاثين من الشهر الجاري سيكون النائب عم ولاية نيويورك أول زعيم للحزب الديمقراطي من أصول الأفريقية النائب الأمريكي حكيم جفيرز يطلق محاولة ليصبح زعيما للأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بعد إعلان رئيسة المجلس نانسي بيلوسي تنحيها عن منصبها وفي حال انتخابه سيكون جفيرز أول زعيم للحزب الديمقراطي من أصول أفريقية كما سيمثل الرجل ذو الثانية والخمسين عاما قاعدة الناخبين المتنوعة للحزب وجيلا جديدا من القيادة بيلوسي أصدرت على الفور بيانا لدعم جفريز الذي لم يظهر له حتى الآن أي منافس كما أصدرت بيلوسي دعما إلى اثنين من الديمقراطيين الآخرين الذين يتطلعان إلى مناصب قيادية وهم النائب كاثرين كلارك التي تسعى للمنصب الثاني في قيادة الحزب الديمقراطي والنائب بيت أغيلار الساعي للانتقال من منصب نائب رئيس التكتل الديمقراطي إلى منصب رئيس وهي الوظيفة التي يشغلها جيفريز الآن جيفريز النائب عن المقاطعة الثامنة في ولاية نيورك منذ عام 2012 ستكون مهمته في حال انتخابه هي تحديد موعد التعاون مع الجمهوريين لتمرير مشاريع قوانين مثل تمويل الحكومة والدفاع عن أجندة الرئيس جو بايدن وخدم جيفريز سابقا في الهيئة التشريعية لولاية نيورك حيث عمل على قضايا الإسكان الميسوري التكلفة وحارب بعض ممارسات الشرطة مثل التوقف والتفتيش وساعد جيفريز في قيادة المعركة في مجلس النواب الأمريكي لتشريع يجرم عمليات الاختناق التي تمارسها الشرطة وغيرها من التكتيكات المثيرة للجدل في عقاب مقتل جورجي فلويد عام 2020 من قبل شرطة مينيابوليس كما كان جيفريز واحدا من سبعة مدراء في مجلس النواب الذين كلفوا في أول قضية لمحاكمة وعزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نضم إلينا لنقاش هذا الموضوع من واشنطن مارك روم الأستاذ المشارك في الحكومة والسياسات العامة في جامعة جورج تاون مرحبا بك سيد روم ما الذي سيحدثه وجود جيفريز زعيما لديمقراطيين تحت القبة التشريعية الأمريكية ما الذي يمكن أن يؤخذ منه وما الدور الذي يمكن أن يلعبه بعد بيلوزي هذه قضية مهمة جدا للحزب الديمقراطي فقادت الحزب الديمقراطي في الكونغرس في مجلس النواب نانسي بيلوزي والماسي كلاينر والنائب هوير هم متقدمون بالسن في حوالي 70 أو 80 من العمر وهذا لا يمثل مجموع وإجمالي الحزب الديمقراطي الذي يمثل الناخبين من أثنيات مختلفة ومن الشباب فالممثل جيفري قادر على الانخيرات والتواصل مع هذه الشرائح وهو يعرف لإنجازاته من النحي القانونية وتشرعية أنها بسيطة ولكنه يتمتع بشخصية متألقة ومعروف عنه بأنه قادر على بناء التحالفات فهو تحول من الديمقراطيون القدماء مع بيلوزي إلى المدسة الجديدة مع حكيم جيفريس كونه أول أمريكي من وصول إفريقية يكون في هذا الموقع السياسي ما الذي يمكن أن يضيفه ذلك في كونغرس يتشكل الآن يبدو أنه باكرا سيكون كونغرس استقطاب ما بين الجمهوريين والديمقراطيين برأيي إن ما يطفيه السيد حكيم جيفريس هو أنه قادر على بناء التحالفات فليس من التقدميين الكثيرين في الحزب ديمقراطي فهو معتدل في طريقته لبناء التحالفات فإذا ما أراد الحزب الديمقراطي أن ينخرط مع شريحة كبيرة من الجمهور الأمريكي هو قادر على ذلك وجزء مهم من القاعدة الناخبين هم من الأصول الأفريقية فالديمقراطيون لا يفوزوا بالانتخابات الوطنية وعلى مساوى الولايات إلا بفضل الصوت الأمريكي من أصول أفريقية الذي يصوت لهم إذن هو معتدل بما يكفي لكي يخاطب منهم في الوسطى الأمريكي وهو قادر كذلك على التواصل وأن يستقطب منهم من أصول متنوعة ما أكبر مهمة وعقبة واجهه يجب عليه تجاوزها في البداية عندما يلتأم الكونغرس الجديد يبدو بالتأكيد بأن الجمهوريين سيسيطر على مجلس اللواب وسيكون قائد الأقلية الحزب الأقلية فمهماته بإبقاء على وحدة الصف في الحزب الديمقراطي وكذلك بالنسبة لديمقراطيين أنه سيصوت وسيصوت كفريق ويمكنه أن يرعى الاتلاف المتفرق حول هذه الملفات أعرف بأننا أنهينا لتوأى الانتخابات تجديد النفسي وأؤكد لك بأن النائب جيفريز يفكر بانتخابات رئاسية لعام 2024 وما هو مهم في مجلس النواب نعم إن انتخابات العام 2024 في هذا السباق الرئاسي قد بدأت ومهمة سيد جيفري هو بيرعى أكبر عددنا الديمقراطيين ليتم انتخابهم لكي يكون رئيس مجلس النواب بعد الحلقة الانتخابية القادمة ابقى معي سيد مارك رومس أعود إليك لاستكمال النقاش مشاهدين أعلن وزير العدل الأمريكي مارك غارلند تعيين جاك سميث مدعيا خاصا للإشراف على التحقيقات التي تجريها الوزارة مع الرئيس السابق دونالد ترامب وذلك بشأن تعامله مع وثائق حساسة وأحداث ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 جاء إعلان غارلند تعيين جاك سميث وهو مدعي جرائم الحرب بعد ثلاثة أيام من إعلان ترامب أنه سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية لعام 2024 وقال غارلند أن ترشيح ترامب وإعلان الرئيس بايدن نيته الترشح لإعادة انتخابه جعل التعيين مستشار خاص أمرا ضروريا أكدت إدارة بايدن أنها لن تسيس القضاء فيما ندد ترامب بما وصفه بالتعيين السياسي غير العادل لمدعي مستقل في التحقيقات التي تطاله أنا هنا اليوم للإعلان عن تعيين مستشار خاص بشأن تحقيقين جنائيين جاريين ولذان حضية باهتمام كبير من الرأي العام الأول وكما هو وارد في وثائق المحكمة بمقاطعة كولومبيا هو تحقيق فيما إذا تدخل أي شخص أو كيان بشكل غير قانوني في تسليم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 أو التصديق على تصويت المجمع الانتخابي في السادس من يناير 2021 الثاني هو التحقيق الجاري المتعلق بوثائق سرية وسجلات رئاسية أخرى إضافة إلى احتمال إعاقة ذلك التحقيق المشار إليها والمبين في وثائق المحكمة في جنوب فلوريدا وأقرت وزارة العادل منذ فترة طويلة بأنه في بعض الحالات الاستثنائية فإنه من المصلحة العامة تعيين مدع خاص لإدارة التحقيق والإدعاء على نحو المستقل وقال المدير المالي لمنظمة ترامب آلان وايسلبرغ إن أبناء الرئيس السابق لم يعقبوه بل زادوا راتبة بعد علمهم عام 2017 أنه كان يغش في تقارير الضرائب لأكثر من عشر سنوات أضاف وايسلبرغ خلال إدلائه بشهادته في قضية احتيال ضد المنظمة إنها بدأت تعدل سلوكها بشأن الضرائب لتوقعها المزيد من المراقبة بعد تولي ترامب الرئاسة وكان وايسلبرغ قد اعترف بالتحاول الضريبي في صفقة مع السلطات مقابل إدلائه بشهادته في القضية عود من جديد إلى ضيفنا من واشنطن سيد مارك روم وكنت تحدثت للتو عن انتخابات 2024 هذا هو السياق هل برأيك يستحق أو تستحق مسألة ترامب تعيين مدعي خاص مستشار خاص بها ولأجل ماذا للوصول إلى ما هذه قضية مهمة جدا لديمقراطية الأمريكية بأنه ما من شخص فوق سلطان القانون وأن من هم يترشحون للمناصب الرسمية قادرون على فعل ذلك يبدو بأن رئيس سابق ترامب سيتهم بجرائم مهمة وسيكون بالتحقيق هذا المستشار الخاص ولكن تريد أن تتأكد بأن هذا التحقيق لا يكون مسيسا فهي ليست مسألة أن رئيس بايدن يسعى إلى هذا التحقيق وإنما وزارة العدل تسعى إلى قيام بهذا التحقيق لما فعله الرئيس السابق ترامب طبعا إنها مسألة موازنة التصرفات بتوصل إلى تحقيق دقيق ومنصف ليبحث فيما حدث وعوضا عن النظر في هذا المرشح إلى الانتخابات القادمة فهم سيسمحون له بالترشح وإذ يقومون بالتحقيق في هذه القضية عندما يتعلق الأمر بالرئيس السابق دونالد ترامب ففي التاريخ السياسي الحديث أقصد منذ إعلانه نية الترشح لانتخابات 2016 الكثير والكثير من التحقيقات لكن في المحصلة لا يوجد تحقيق واحد مدين لترامب إدانة مطلقة هل في محصلة هذا التعيين لمدعي خاص بمسألة ترامب ستكون هناك إدانة مانعة له من الترشح في 2024؟ إن تعيين المستشار الخاص لا يمنعه ويعرقله من الترشح فعليه أن يفوز بترشيح من الحزب الجمهوري وبعد ذلك ثبت ترشيحه ولكن دولاب العدالة يجب أن يبقى دائرا حتى وإذا كان هو مترشحا إذا وجد المحقق الخاص المدعي العام الخاص بأنه أخذ وثائق مصنفة جدا أمنيا بشكل غير قانوني فهذه جريمة وعليه أي يعاقب على ذلك يتعين علينا اليوم انتظار نتائج هذا التحقيق وتحقيق منصف لكي نعرف إذا ما أنه خرق القانون ويعاقب بموجب ذلك إلى أي حد ستأخذ هذه المسألة وقتا؟ إن تحقيقات المدعي الخاص قد تستغرق حوالي سنتين وقد لا ينتهي هذا التحقيق إلى حين حزوز الانتخابات بعد سانتين من اليوم فعليهم جمع كل الأدلة والمعلمات والقيام باستجواب الأطراف المعنية فالتحقيق سيكون بطيئا وأنا لا أتفاجأ إذا لا يصدر هذا المحقق الخاص تقريره في صيف العام 2024 ويكون حوالي بدعة أشهر من الانتخابات وهذا مثير للقلق فمن الهام أن لا ينظر إلى هذه التحقيقات على أنها مدفوعة بدوافع سياسية آمل بأن المستشار القانوني الخاص سيعمل بشكل سريع والتواصل للنتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن مارك روم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا فازت النائبة الجمهورية لورين بويبرت في انتخابات متقاربة المجلس النواب الأمريكي في ولاية كولورادو بشكل مفاجئ بعد أن تنازل منافسه الديمقراطي آدم فريش وقال فريش وهو رجل أعمال وعضون سابق في مجلس المدينة في أسبن بولاية كولورادو أنه اتصل بويبرت ووافق على النتيجة والتي كانت متجهة إلى إعادة فرز الأصوات تلقائية مع تقدم بويبرت بأقل من ستمائة صوت على فريش حيث بيّن فريش أن احتمال تغيير النتيجة عبر إعادة الفرز ضئيل للغاية منضيفا بأنه لا يريد الحصول على أموال من مؤيديه مقابل جهد لن ينجح بعد قليل سوق العقارات في الولايات المتحدة يشهد تراجع متزايدا في ظل استمرار البنك الفيدرالي بسياسته المتشددة لكبح جماح التضخم أهلا بكم الجديد يشهد سوق العقار الأمريكي تراجع متزايدا في ظل استمرار البنك الفيدرالي بسياسته المتشددة لكبح جماح التضخم ويرى خبراء سوق العقار أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع حتى يرى صناع السياسة الفيدرالية انخفاضا في الأسعار مما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في سوق العقارات التي شهدت انتعاشا كبيرا العام الماضي ومنتصف العام الجاري تراجع ملحوظ لسوق العقار في الولايات المتحدة نتيجة التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي وأدى ارتفاع أسعار المنازل وارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى دفع مالكي المنازل المحتملين إلى الهامش حيث تراجعت مبيعات المنازل الحالية بحوالي 6% الشهر الماضي حسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الجمعة إن أولئك الذين يتطلعون إلى شراء بيت قد يفكرون في الادخار لفترة أطول قليلا أو تقديم عرض لشراء منزل أرخص عمليات إعادة البيان التي تمثل جزءا كبيرا من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة تراجعت هي الأخرى بنسبة 28.4% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي وذلك بعد انخفاض المؤشر الرئيسي لسوق الإسكان أمر انعكس على مشتري المنازل المحتملين والذين باتوا يواجهون تحديات كبيرة جراء هذه الارتفاعات المتصاعدة في نسب فائدة القروض العقارية والتي وصلت حاليا عند 7% وهو ما يمثل بالفعل صدمة للمشترين أعتقد في هذه المرحلة أننا نبحث عن هذا تصحيح في السوق وهو ما يحدث كما تعلمون مع أسعار الفائدة حاليا عند 7% فإن ذلك يمثل بالفعل صدمة لبعض المشترين الخبراء وصناع سوق العقار الأمريكي من جهتهم يحذرون من استمرار ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض الباهضة وليس أمام أولئك الذين يتطلعون لشراء البيوت سوى التفكير في الادخار لفترة أطول قليلا أو تقديم عرض لشراء منزل أرخص طالبت دارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا بإلغاء أمر محكمة أدنى بعرقالة خطة الرئيس بايدن بشطب مليارات الدولارات من ديون الطلاب في تحدي قدمته ست ولايات يقودها الجمهوريون وناشدت وزارة العدل المحكمة العليا لإبطال هذا القرار كونه يترك الملايين من المقترضين الضعفاء اقتصاديا في طي النسيان ويسعى برنامج بايدن لإعفاء ما يصل إلى عشرة ألاف دولار من ديون قروض الطلاب ممن يكسبون أقل من 125 ألف دولار في السنة أو 250 ألف دولار للأزواج دعا إيلون ماسك مهندسي تويتر الذين يعملون على تطبيق برمجيات نظام تشغيل المنصة الاجتماعية إلى الحضور شخصيا لاجتماعي في مكتبه بمقر الشركة في سان فرانسيسكو رسالة الملياردير الذي استحوذ على تويتر مقابلها 44 مليار دولار جاءت بعد أن قرر المئات من موظفي تويتر ترك الشركة بعد انتهاء مهلة حددها ماسك للاختيار بين العمل لساعات طويلة بكثافة عالية أو المغادرة يشهد الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة عاصفة جوية تميزت بسقوط كميات معتبرة من الثلوج قدرت بنحو القدمين غمرت الأجزاء الغربية من ولاية نيويورك وأدى للطراب الجوي الذي ينذر بشتاء مبكر إلى تعطيل حركة المرور وإلغاء الرحلات الجوية من مطار بفالو نياجارا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من المحتمل أن تستمر هذه العاصفة حتى يوم الأحد هذه الأخبار يمكنكم أن تتابعوها أيضا مشاهدين الكرام على موقعنا الحرة دوت كوم كما يمكنكم أن تتابعوها على رأس الساعة بعد نحو دقيقتين مع زميلة ريمبو حسن إلى اللقاء اشتركوا في القناة